سيارة هذي ستس عندها هايلوكس الفين واحد وعشرين نظرة سريعة على الشكل الخارجي جنوط هذي شكله بدون السفات سراحة منظر من برة ما هو جميل لكن تخدمك كثير بالبرة اللي يروح بره يروح كده تخدمه الجنط هذي قريب من الجنط الجي ار الجي ار الجديد الجي ار الجي ار اللي تخروز الفين وعشرين جديد قريبة جنوطه من جنوط هذي انا توقعت اول جت شايلين جنوط هيلوكس مركبين عليه قريبة جدا صراحة جنوط 18 قريب الشكل الخارجي جميل جدا ما يعيبه صراحة الهيلوكس اللي هو بلاستيك هذا وممكن انه تنزعه تنزع وتنزله لكنه اجمل بالشكل اجمل صراحة جميل جدا وشكله حلو لكن انه تي ناس يقول انا يضايقا لازم اشيله ولا فيها شناكر طبعا الشناكر داخلية جاية الشناكر داخلية اللي هذي وهذا شناكر هناك داخل ليست خارجية زي الهيلوكس العادية الشكل الخارجي حساسات خلفية طبعا اه ادي فين شرط طبعا هذي كتبتها جميلة طريقة الكتابة اه اس عار فايف كاميرا خلفية وهذه كاميرا خلفية علامة الهيلوكس على الباب تنطريبات الاسود كثيرة بالسيارة حساسات اربع حساسات خلفية اللون هذا ماهو ستيل طبعا جاي على فضي رطل السيارة من تحت سبير بارتفع كثير سراحة بارتفع كثير وحلوة سراحة ارتفاعا تيوتة وكتبت تيوتة سراحة جميلة جدا اكتوبة كعنه فضي يعني على لمعه جميل جدا سراحة اصطبات الخلفية فعلا جميلة جميلة جدا هاد اجه هالي برضو نفس الفكرة اه جميل بالسيارة طبعا في اشياء كثيرة جميلة بالسيارة لكن في ملاحظات عليه طبعا كثيرة هنا لاخضها السيارة طبعا من فين واحد وعشرين وديل السيارة اربع بس طبعا مكينة الشاصة ومكينة الاربع نفس مكينة الهايلوكس ومكينة الفورشنر مكينة واحدة لجميع السيارات هالي لكن تختلف بل 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 بس الهيكل فقط اللي هو الشاصة اللي راكب على الشاصة يحتل المقصات يمشيك تقريبا تسعة فاصلة ستة سيئ جدا بنزيل خمسة تسعين دفع الرباعي دفع الرباعي الشغلة الثانية طبعا السيارة البسكات المسكات طبعا جايه اه اسود مطفي عنيام اعلن اختيار هذا صراحي بدأت تميز اختيار تنسيق الالوان بدأت شوي اللون الاسود الداخلي طبعا لون الاسود معذور ان تحط لون اسود لانه السيارة تشبه تكهيراتها كلها سود لمسات سود ما فيه تخشيب نهاي كل الدعواء اسود باسود نضطر الاسود السيارة طبعا طبلونة نضام الطبلون عادي جدا قريب للفورشنر فيه لمسات خفيفة لكن ما هي ذاك اللي اه تقول والله يعني مختلف مختلفة تحييذك صراحي جميلة هنا شكلها طبعا هذا عبارة عن عبارة عن درجة تلقط نفس كتبة تحييذك سيفتاح لك هذي مساهلة اسعافات سنخ خفيفة ودرجة السيارة جايب طريقة هذي جميلة جدا مكيف فرار فرار طبعا ما هو يقولوا له سموه نكتروني وليس اكترونيا يعني يعني ضغطات فقط هنا طبعا الدبل خفيفة تقيل جاي عن طريق الوزر والفلوك السيارة والبصمة اشتشغيل خرايط هذي مهمة جدا بعض الناس تعدل موقعنا هذي خرايط هذا هو هذي علامة ديفين شر هاي لوكس ديفين شر بالعلامة هنا تحصل مفتاح طائح في اي مكان على طبع تقول هذي هاي لوكس ديفين شر من علامتها لان الشبك مميز وعلامتها مميز يجل ريموتان ثنين اخران يجل ريموت تعدل ثنين وضف لهم مفتاحين هذي بالنسبة للريموتات هذي الاشياء المهمة اضيفها نقطة مهمة برضو للسيارة يا اخوان هذي حامل تكوات طبعا الاضافة المهمة للسيارة حين اجيبها لكم صراحة سماعات صغيرة بالزوايا زي تانكي كبوت الامامي غطل الكبوت الامامي هذي الحسسات هذي حك تحس الكفرات بالنسبة لله هذي الموت طبعا المسجر رفع وتقصير وتبع كاربلايه طبعا ورط اله هذا بالجوال بالنسبة للسيارة أضف لها نقطة مهمة هذي طبعا على التحكم باللوحة اللي هي المعلومات الصغيرة شاشة المعلومات الصغيرة هذا الخلش بهذا طبعا اهم شي طبعا للثبت اشتراعه جاي عن طريق عصع جانب وضعيات القيادة هذي وضعيتين تنتين اللي تخديط وهذي الباور موت هذه المعلومات القيادة النقطة المهمة لصراحة نبي نضيفها لكم يا اخوان النقطة المهمة جدا 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 مميزة عشان ما نضيع فتحنا الباب الثاني اللي هي باب اللي خلف شواء تحصلنا هنا ماطور هذا السلك وهذا ماطور للهوى تحت المرتبة الخلفية هذه المرتبة الخلفية تحت المرتبة الخلفية هذا هو شوفونه تشغيله هذا هو مطور وهذه سدادة له مطور تسكر وهذا مفياس الحواء معه مرافق له ومع هذه على اساس يصل لكفرات الارضع وصار معك بانجر عند الباب تفيد طبعا المكيف الخلفي موجود